واو شعرك مره مو قزع شعرك قمة ف الخره مع احترامي اوسatic اقسم بالله اقسم بالله لا تخليني اغلط لاه اجلب زير اله لاه لا تخليني اغلط اقسم بالله مكالمه اجف فجلتي وんだن ياؤل صفي هذا المقطع راح يكون شوي صعب راح ancient لأن هذا اخر مقطع صوره الظذيالغرفة اهلهو اللهي الشباب قبل منا نوزل المقطع اليوم اليوم راح يكون laiV ببرنامج الرابط راح يكون تحت بالدسكريبشن راح نشوفكم اليوم الساعة ستة المغرب راح أسولف معاكم أرد معاكم هذه اللي فرصة الوحيدة اللي راح أقدر فيها أتكلم معاكم فبالأيام الجاية راح أكون لايف كل يوم الساعة ستة المغرب على برنامج لوبز رابط تحميل البرنامج راح يكون تحت بالدسكريبشن سحبتها للوبز فترة لأنه كان عندي مشكلة بس صلحتها فالبثوت راح تصير تمام نشوفكم اليوم السلام عليكم دايلر مقطع جديد خلونا نشوف نقدر رصة المقطع 200 الف لايك هذا المقطع راح يكون شوي صعب لني أصوره لأنه آخر مقطع أصوره بدي الغرفة طبعا شباب أنا جدا أسف لاحد يكتب بالكومنتاج ترى صوتك أني قاعد تتكلم من خشمك لأنني الصوت قاعد تتكلم من خشمي دايلر ليش هذه آخر حلقة تصورها بدي الغرفة هذه آخر حلقة لأنه خلاص راح أصور بالبيت الجديد أنا نقلت بيت جديد الحالي يعني بدون أهلي أوه بيت جديد متى مع مين لحالك إيه نقلت بيت جديد الحالي عشان أصور فيه مقاطع بشكل يومي شكل دايم بدون ما أنزعج من أهلي ولا أزعج أهلي وخلي أهلي يعيشهم بسلام عشان ما أحد يروح يدق عند باب أهلي ويقول دايلر موجود بدام أن هذا آخر مقطع أصوره بدي الغرفة قررت أن أخلي هذا المقطع شوي حزين تخيل حزين مقطع اليوم روح أقض فيه الكومنتات السلبية هذي فكرة أول عمري قد سويتها فراح يكون شي جديد علي خلونا من الكلام الكثير وخلنا بدأ بالكومنتات الجميلة الكومنت الأول دايلر متى تنزل الأغنية الجديدة الأغنية الجديدة رح تنزل بعد رمضان متى بعد رمضان ما رح يقول لكم لكن بعد رمضان كومنت الثانية شباب هذي أغفت مالك لا تتابعوا على فيديوهاته ؛ الغات ؛ ناع Parlament وكل يوم كل يوم متم تشفون مقاطعي وتلتهون بمقاطعي انا اجي بيتكم بالليل واخش على غرفة امك وابوك اسحب فلوس وحبا وابا الكلام صحيح اسرق فلوسكم كل يوم بعد كل يوم اسرق فلوسكم الكومنت الثالب احبك موت يا دايلر بس انا بنت او 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 حقا يعني انا انا مو قاهرني لكومنت يعني لكومنت nova احبك موت بما ان ت quoحبا بس انا بنت اسم الحساب احمد محمد احمد ثاني مره اذا است وقتكظبي من حق دراكن بكذبعي كذب زين افوا فيصل ابت حق كب الكث attract الي عيض وığınصعد مرتوك الكومنت الرابع شلون يسوقه دون السن القانوني طيه الله حظك هاة 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 اول شي عمري 17 سنة ثاني شي السن القانوني للسياقة هو 17 سنة ثالث شي صورة بروفايل دلوع مطلقة غيرها هذا السبب الوحيد اللي ما يخليني اقرأ الكومنتات لاني اشوف كومنتات زي كده و ايش ايش فيه عند التحدي ترى ننزو كومنت 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 هاي الكومنت الثالي عاي كومنت الثالي الخامسة ويعشرين 26 ا دايáticas! rendre واحد ا Bundوى سببك اوفيه الذين تسبني تتعلي تعالётٌ واجهني خلا كل المحلوة هي تقذ و انت فيها تعب فعذروني على التكاسل اليوتيوبي اللي جاي مني بس كانت حالتي جدا مزرية لكن الجاي جدا قوي يا عيال شو هاتي بوك ما دعولي تكمون و لكم اشتراك كل اللي قا شوفونا المقطع دعوله الله يعينه واضح انه جاي بالعيد بس ان شاء الله الله يوقع واو شعرك مرة مو قزع شعرك قمة في الخرة مع احترامي تقمع في الخراب تعبت اقسم بالله تعبت قفل قفل مقطع انا ليش اصور اساسا الكومنتر بعده يمكن انت و اهلك و جيرانك عايشين من ورا اليوتيوب تف اي اي صح انا و اهلي و جيراني وавай و اهلي و اهلى يصل و اهلك و جيرانوا اقسم بالله اقسم بالله لتخليني اغلط لاتخليني اغلط لاتجيب سيارتلاة لاتخليني اغلط نقسم بالله مكالمة أجي فزعتي سبادرمان يييييييييييييييي يصطق وعده والدي بتشوف اييي سقعت الهاء مسعادي اللي شايف ت عليقي ان شاء الله ربي يحفظي وي زوجه اللي بباله ويرزق الجرياصة follows وشتراك بالقناه مردوده الحين بتقنعيني كان كتبت هذا كله علشان لايك انا ت cope انا جاني صدا انا جاني مغص انا تعب تعب جدا جدا الحين يرزقها الزوجة الصالحة والدرية الصالحة ويوافق قو اخش عشان لايك انت انت صد مريض انت انت في مشكلة فيك ابو فصل اكتب الكثيرات الى عيض ويسعد مرتوط يا خبي انت الخبي انت الخبي يا خبي انت الخبي يا خبي يا خبي يا خبي ياهي انت غبي وكل اصحابك فيهم الخباء يا خبي موسيقى المهم شباب انا جاني مغس جانس داع والله صدق صد جانس داع انا ما عمز احنا ما قاد يقول لكم مش انا مقطع انا جال لا صد جانس داع المهم مقطع اليوم كان مقطع جدا يعني اسعدني بصراحة من الكومنتات الخبية اذا انت مو خبي سوي لايك واذا انت خبي سوي لايك المهم شباب هنا وصل نهاية مقطع اليوم هاي الغرفة باشتاق لها واكيد رح تشتاقون لها انتم يعني شباب فوق الاربعمية مقطع انجليزي صورتها بدي الغرفة وفوق مية وخمسين مقطع عربي بعد صورتها بدي الغرفة فدي الغرفة كانت بدايتي لكن ما توقعت بيجي اليوم اللي راح اقول فيه هاي الغرفة هي نهايتي شباب المقطع الجاي رح يكون بالبيت الجديد كل رسمة وكل رسالة جتني من متابع علقتها بالجدار الجدار مليان برسائل حب جاية منكم ان شاء الله بالبيت الجديد رح سوي شي زي كذا وان شاء الله يكون اعظم المهم شباب والله رح ادمه يطيكم الف عافية المشاهدة اذا انتم مشتركين بالقناة شتركوا وانتم مشتركين لا تنسوا الفعلو نزل التنبيهات هنا وصل لنهاية هذا المقطع يطيكم الفعل من يعرف كبان هي هنا وصل لنهاية المقطع لا تسويل لايك سبكراب والفيفوريت كما هكم جايز رابد العزيز السلام انا موجود في مدينة بعض الناس يريد ان يتحدث على الأربياء وانتم باستخدام الانجليز وانتم بحاولي اجب ان يتحدث على الأربياء يا حساسة يا ابنتي تراني انا ازود كذا الا عشان ادور على مصلحتك ماذا جايز انت؟ بطيخ؟ انا اخوى ذات حدي خير لا باقي بطيخ طيب بطيخ نقولك بمثل لو ما تاكل دجاج ما تصير رجال لو ما تاكل دجاج ما تصير رجال حاول ما كيف نتعلم؟ بطيخة ايه خرر الله 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 ايه ايه ام تكو تكو واش دا؟ طيب ات أكل جديد الاعجراتك وما صديق غير صلا تكتب انتقاسي واحد كراسي أفضل جمعات منك جهازة الحياة تكتك 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 جمبي يا جمبي قسم بالله واو اشتركوا في القناة